اشتركوا في القناة او كمان المغني يعني عنده موهبة تمام؟ فموهبته من خلال موهبته بيشوف ان العكسات التحولات السياسية والاقتصادية والاكتبعية الموجودة في الفترة اللي هو عايش فيه هتقولك ده ابن زمنه او ابن بقته فهي لابد ان يعني تخرج منه في الشكل اللي هو عايز يرسمه لو كان فنان رسام فهيرسم لوحة بالشكل ده لو كان كاتب هيكتب كده هنتكلم ببساطة الفيلم يعني كعمل فني نوع عمل فني من حق الكاتب والمبدع المخرج اللي هما يقدم الاحداث اللي حصلة وانعكستها عليه ايه وانعكستها على الوطني يعني هي دي اللي بتقرخ بشكل عام للحالة زي مثلا ما شفنا استاذ نجيب محفوظ كتب السلاسية كان راصلت فيها الاحداث اللي حصلة في التوقيت اللي حصل بالانتقادات اللي كانت موجودة تمام؟ مقدرش اقول ليه تصفية حسابات لانه هو الفن اللي استغال في تصفية حسابات الفن بيرصد فترة والفترة دي التاريخ هيرصدها كمان فمحدش هيأول على التاريخ ومحدش هيفتري على التاريخ زي ما ثورة 52 مجلس قط الثورة كان فيه كتاب كتير جدا او الناس يعني من قيادات الزباط كتبوا المذاكرات وكان فيه قضايا شائكة بدأنا نشوف عندي ده شوية ونشوف عندي ده شوية ونشوف في الكتابات المختلفة فقدرنا احنا معاشناش الفترة فقدرنا نكون صورة هو فكرة المؤسسة نفسها لان طبعا الشيخ هاتم ظهر بزي الازهر هو ابن الازهر تمام فالمؤسسة ده لبسها فرمز ليها كون اللي هي ترفض او تقبل ده حاجة ترجع لها ويبقى هي اللي عندها الحقيسيات بتاعت الرفض او القبول ده يعني انا ما شفتش حد طلع ولا اتكلم غير مثلا كان في العشرة مسائل ما استاذ والابراشي كان انا فتحت حتى في نص البرنامج ما كنتش عارف مين اللي كان استاذ طرق الشيناوي موجودا لنقض الفني وكان فيه اخ فاضل برضو مش عارف هو من الازهر ولا لا بس يعني هو لابس لبس عادي وانا فتحت على نص الحوار اه اتكلم بدا الفيلم هي دول التكفير والفيلم هي دول الفترة التقفية والفيلم سبة في جبين مع يعني كلام كبير جدا جدا مش عارف هو اوله على ايه اه الفيلم موجود والناس بتخشو تشوفو فيلم مفوش ايه حاجة شخصية محورية لشيخ اه كيان من لحم ودم بنى ادم يحمل افكاره اه لما بيتسقل في الدين بيجاوب على دي عصا الدين مفوش وجهات نظر هو اتسعل في حاجات فرض عليها ب خلفيته الدينية والثقافية اللي هي اهلته يبقى داعية ويظهر ويبقى مشهور ويظهر في برامج جواه تمام؟ في بعض التصرف من الواحد للتاني اللي هو بيستفتي قلبه اللي هو بيجتهد اللي ما تسمى بالاجتهاد يعني ده غير مستحب مش حرام صراحة بس انا اعتقد اللي المسألة جت من الزي اللي هو زي الازهر ده اول حاجة زائد القضايا اللي تم اثارتها في الفيلم من السنة والشيعة والمعتزلة والصفية والتنصير طبعا فالفكرة كلها دي قضايا لها وجهات نظر عند كذا حد فممكن رأيي انا ما اعجبكش رأيي كشخصية اللي هو رأيي برضو المؤلف اللي كاتب الفيلم مع خلفية اعتقد اللي موجود اسم ابراهيم عيسى بخلفيته اللي احنا قلنا عليها الفكرية وصراعته مع السلطة اللي كانت موجودة في التوقيت اللي فات يعني في الفترة يعني الموجودة الزمنية دوت اللي خلى الناس تقول لا بيقصد حاجات لا بيقصد حاجات هو المشهد كان كان هو معزوم عند الرعي الرسمي للبرنامج بتاعه فهو كان جايب المشايخ معظم المشايخ الموجودة وبرضو باللبس يعني جايب الصفية اللي هو الشيخ اللي كان عامله استاذ رمز العدل فجايب الشيخ الصفية وجايب اشيوخ من الازهر فدي ما ايه ده والناس بتاكل انا مش قصدي يعني انا قصدي الفكرة في ايه انا ممكن احنا احنا كلنا لو احنا شلنا الصورة دي وبقى كلهم معندسين كلهم اطباء تمام وبيعود ياكلوا في مائدة دي سلوكيات فردية اللي انا ممكن انتقد السلوك الاكل عامل ازاي او او فكرة اللي انا اكل ولا مش اكل دي ملاش علاقة يعني ملاش علاقة الا لو هم حملوها اللي اكل يعني انا احنا بيحملنا على بطننا او سايبين الدين او بنوجه افكار اللي يعني اللي بيعاكلنا بنقول له بقى الفتوى اللي هو عاوز وما اعتقدش اللي دوت يعني يعني ده بعيد اوي حتى لو هم يفتكرونه